السلام عليكم وعزائي ومشاهدين. قناة نبد المعلومات من كل ما كانوا هلان بيكم جديدة على قناتكم. قناة نبد المعلومات على اليوتيوب. بدون اطالة وبدون مجدد معت كثير. النهاردة يا شباب هنتعلم ازاي نقدر نحافز على الحساب بتاعنا على الفيسبوك بحيس انك انك لو انت مسلا بتشتغل شغلة معي هنا وفي ناس عارف ناس ان هي بتاخد الصورة بتاع الشخصية بتاعتك على الفيسبوك وتنتخل شخصيتك وتروح تنسب على الناس تانية النهاردة علمك ازاي تقدر تحمي حسابك وتأكد ان الناس اللي هي آآ بتشتغل معاك او الناس اللي هي عايزة تاخد منك شغل والحوارات دي تقدر توصل لك بكل سهولة عن طريق الصورة الشخصية اللي مستحيل تتسرق ومستحيل حد يقدر ينزلها ومحمية من آآ قبل آآ الفيسبوك. طبعا الخاصية دي يأتي موجودة في عائلتها شركة فيسبوك ولكن في ناس كتير ما تعرفهاش النهاردة جايين النهاردة عشان نوريا لحضراتكم وازاي تقدر تفعل درع درع الحماية للصورة الشخصية بتاعتك على الفيسبوك وبحيس ان من حدش يقدر يحملها عنده ويعمل لها مسلا يعمل حساب بنفس الاسم وبنفس الصورة الشخصية وينتح للشخصية بتاعتك ويقعد ينصب على الناس طبعا طريقة سهلة جدا هنطبقها من على الموبايل وتقدر كمان تطبقها من على الكمبيوتر طبعا الطريقة سهلة جدا يا شباب كل ما احنا معالينا ان احنا هنخش في الخطوات بعد قليل وهنشوف دلوقتي كل حاجة بتفصيل فضلا وليس امر لو انت اول مرة شفتنا النهاردة شوف قناتنا قناتنا عبد بن علامات ازا لتحتوشتريك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد القناة اول باون نخش على شرح يا شباب اول حاجة احنا عايزين نحملها هتلاقيها ان شاء الله اه اسفل فيديو في الديسكريبشن اه التطبيق الجميل ده اللي هو المتصفح المتصفح ده هو اللي بيتاح دينا ان احنا نضيف اضافة جميلة جدا وهي بتنضاف اول مرة بس وبعد كده درق الحماية بيبقى فعال عندك على الحساب بتاعك تقدر توجه في اي وقت وتقدر تشغله في اي وقت طبعا حتى لو التطبيق حزفت وبعد كده مش مهم ولكن احنا الهدف من الموضوع ده ان احنا بنفعل بس الخدمة بتاعة الدرق الحماية على صرق شخصية بتاعتنا على الفيسبوك هنتحمل التطبيق ده من اسفل فيديو في الديسكريبشن وهينزل معاك زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو ده ده التطبيق يا شباب اهو ده التطبيق اللي احنا هنحمله وبعد ما تحمله وتثبته عندك على الموبايل بيظهر عندك بالشكل ده طيب اللي مطلوب اللي مطلوب ان احنا هندخل كده على المتصفح تمام بعد كده هو المتصفح اسمه المتصفح والتطبيق هو متصفح تمام كده عشان ايه تبقى آآ الفكرة واضحة بعد كده هنيجي على السلش البحسي فوق هنا ونكتب اسم المدوانة بتاعتنا نبض المعلومات تمام بعد ما نضغط نكتب على في سلش البحس نبض المعلومات هنضغط على بحس هناخد اول اختيار معنا اللي هو نبض المعلومات دروسه اخبار تقنية هندخل كده هتفتح معنا المدوانة بتاعتنا اول موقع بتاعنا بالشكل ده هناخد موضوع كيفية تفعيل ده احماية الصور والشخصية آآ على الفيسبوك هنضغط عليه بالشكل ده على الموضوع بالشكل ده هيفتح معنا الموضوع بالشكل ده هننزل تحت كده على الاضافة بتاعتنا اللي احنا هنضيفها النهاردة هننزل تحت كده موضوع مهم جدا لازم تجرؤه يا شباب يعني ات لو عايز تتطبق الطريقة ده من على الكمبيوتر ده الشرح من على الكمبيوتر هنطبقه دلوقتي من خلال من خلال آآ الموبايل تمام كده هنزل لحد ما نلاجح حاجة اسمها الاضافة زي ما احنا شايفين كده من آآ هذا الاضافة على متصفح جوجل كوروم من خلال الزهيب الى متصفح الاضافات هنيجي هنا عندي اضاءة آآ من هنا هنضغط عليها الكلمة دي هدخلنا على صفحة الاضافات بتاعت جوجل كوروم المفروض ان احنا هنضيف الاضافة بتاعت تفعيل الدرق زي ما احنا شايفين كده هنيجي كده لو عملنا زوم على الكلمة اللي فوق ديات عشان نسبت الاضاف زي ما حتشايفين كده بيقول لك اضاف اضاف الى قروم هنضغط عليها. هنا هتقول له موافق. ننتظر لحد ما الاضافة تنزل على المتصفح زي ما حتشايفين كده تم تثبيت الاضافة بنجاح. تمام? بتفتح معالة تلقائي الاضافة بالشكل ده. تمام? آآ انت زي ما حتشايفين كده تلقائي جاب لي الحساب بتاعها على الفيسبوك. طبعا انت تبقى مسجل هتبقى تلقائي مسجل دخول على الفيسبوك من خلال الموبايل بتاعك. سمحنا شايفين كده عند علامة اكسل موجودة هنا بعد ما يفتح معاك الاضافة بالشكل ده هتفتح تلقائي بعد ما تثبتها. هتيجي عند علامة الاكسل اللي موجودة هنا تضغط عليها بالشكل ده. هتيجي تفتح معاك القائمة الجنوبية دي. هنضغط على الكلمة دي او الاعدادات من هنا. تمام? هتفتح معاك لتحت كده. هتيجي تختار اخر واحدة اللي هي معانا هنا اهي. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده هيجيب لك الصورة بتاعتك الشخصية اللي موجودة على الفيسبوك. وده الصورة اللي انا حاطتها على الفيسبوك. تمام? وزي ما احنا شايفين كده درع الحماية عليها. تمام? هنشوف دلوقتي قبل ما نفعل درع الحماية هنطلح كده خالص. هنكونسل. وهنروح على الحساب بتاعنا على الفيسبوك. ونشوف دلوقتي درع الحماية ما نفعل ولا الان نزيج على الصورة الشخصية عشان يتم بتاع معانا الحساب الشخصي زي ما احنا شايفين كده يا شباب ما فيش اي درع الفعال معايا على الصفحة عشان ما حدش يقول ان انت كنت نفعل اي حاجة زي ما احنا شايفين كده ان انا لسه ما فعلتش الدرع بتاع الحماية بتاع الصورة شخصية ونشوفها دلوقت بعد ما نفعلها. تمام? طيب احنا كده شفنا الحساب بتاعنا نخش على التطبيق مرة تانية او نتصفح مرة تانية زي ما احنا شايفين كده فتاح لنا الصورة الشخصية وعليها حماية الدرق. هنضغط على الكلمة اللي بالاخضر دي هنا عشان نفعل الدرق. الحماية زي ما احنا شايفين كده كده اتفعل هنضغط على اوكي. بعد كده هنرجع على الفيسبوك. تمام? وهنعمل زي ما احنا شايفين كده شباب. الدرق اتفعل زي ما احنا شايفين على الصورة. كده بحدش يقدر يحمل الصورة بتاعتنا الشخصية دات وينتح للشخصية بتاعتنا دلوقتي على الفيسبوك. طبعا لو انا عايز افعالها او مسلا عايز الغيها. بضغط على الصورة نفسها كده. تمام? هنا لو نزلت كده هتلاقي خيار اتفعل اسمه ايقاف تشغيل ميزة الحماية اه حماية الصورة الملف الشخصي. لو انا ضست كده. وقلت اه لا. زي ما احنا شايفين كده لغالي الدرق المنعة. يفعل الدرق. تمام? طب انا لو عايز مسلا اه اه افعال الدرق. زي ما احنا شايفين كده هنيجي هنا. هنضغط على الصورة ونضغط على تشغيل ميزة اه حماية الصورة. بعد كده هنضغط على التالي. وبعد كده هنضغط على حفظ. زي ما احنا شايفين كده اتفعلت الحماية على اه الصورة الشخصية. ده كان موضوعنا النهاردة سريعا سريعا لو فضلا وليس امرا لو انت اول مرة شفنا النهاردة وشوف قناتنا قناتنا بضي المعلومات. انزل تحت واشترك في القناة. فحزر الجرس على الكل عشان نسأله كل جديد القناة اول باول. تنسفش بالفيديو عشان ده اللي بيدعمنا ان احنا نقدم لكم المزيد ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.